احتمال الكبير تخلص من هدول الاشخاص بطريقة من الطرق اما ينتقلوا لمكان ثاني او يبعدوا عنك في طاقة بعد بينك وبينهم او انهم هما رح يطلعوك من رأسهم خلاص مش قادرين عليك كمان في ناري وهوائي لكن الاكتر شي الترابي بيين بالاوراق لبرج العقرب حبايبي في زي تحذير من حواد السيارات السرعة في السيارة ان الشيك على سيارتنا منيح في احتمال ان نعمل حوادث بسيطة فدير بالك من التهور بالاسواق بالفترات الجاي في وهم معين كنت عايشه لبرج العقرب كنت عايش في اوهام معينة لكن بالاخير عم بتكون انت الملك والامور زي ما قلت من قبل كمان الكروت عم تتكرر انه انت رح تكون عندك بصيرة اكتر في اللي حواليك وفي الامور فعم بتكون اكتر متحكم في الموضوع وعم بتودي لصالحك بكل حكمة وبكل قوة من ناحيتك بالنسبة للاشخاص اللي بيدرسوا في خبرية حلوة في النهاية رح توصل ولها لكن في جهد مبين كبير من برج العقرب وكنه الدراسة وبس ما عندهم وقت لتضيع الوقت مبين عندي انه في تركيز كبير بشهر سبعة وفي دراسة من ناحيتهم واكنهم خلاص حاطين في هدف معين انهم يوصلوا له وعم يوصلوا له في خبريات حلوة ممكن تكون للي بدرسوا دراسات عليا خلنشوف اذا فيه سفر للناس اللي بستنوا السفر اذا فيه ممكن بالمستقبل احتمالية كبيرة بالاشهر الجاي قبل نهاية السنة لكن في شهر تموز عم بتكونوا عم تنتظروا هذا الخبر للي مستنيين تغيير ممكن يكون فيه تغيير كمان مسكن لبرج العقرب عم بيحاولوا يبلشوا بداية جديدة بمكان جديد ممكن هذا الاشي يكون مسكن وممكن يكون بغير طريقة تفصلوها فيه شخص واقف يعني مش راضي عن هذا السفر عم بيحاول يعرقل الامور لكن الامور في النهاية عم بتروح للمسار الصحيح ورح يكون فيه سفر بالاشهر الجاي فبيحكي لك ما تتعب عندك اوجاع في الرأس ممكن شقيقة ما بعرف فيه الرأس او الرقبة فيه فيه موضوع مقرقكم ممكن يكون عاطفي هذا الاشي فهذا كل اشي بالنسبة للدرس والعمل كمان للسفر بس شايف فيه رغبة كبيرة بالسفر لبرش العقرب هذا الشهر واكنه عم بوهربوا من مكان لمكان عم بوهربوا من متاعب ومن قلة المادة او قلة المال في المكان اللي هم فيه عم بيحاولوا يغيروا المكان لحتى تيجي رزقه ممكن خلينا نشوف العلاقات العاطفية نشوف اول اشي للعزاب حبايبي اذا مستنيين فرصة برج العقرب نشوف اذا فيه زواج او حب او بوادر علاقة عاطفية للي ما عندهم حدا ابدا في حياتها بالنسبة لطاقتك انت حبيبي عم بتكون مبسوط لحالك مبسوط بعزلتك يعني وكأنك يعني مليت من الاشخاص اللي عم بدخلوا في حياتك ويطلعوا وما بتستفيد منهم اشي اولا عم بتلاقي حالك في العلاقات اللي مريت فيها اذا عم تبعد عن كل هاي الطاقات عم تتبنى فكر جديد في الحياة وفي العلاقات العاطفية عم تروح للواقع اكتر بالنسبة لطاقتك انت في رزقه في مال في الموضوع في ابراج بيانات هوائية ابراج ترابية لكن اكتر شي حتى اوكي ترابية ومائية وهوائية لكن اكتر ترابية وحتى نارية يعني كل الابراج لكن على الاغلب ممكن يكون ترابي بالمرتب الاولى او ناري هذا الشخص اللي جاي في طريقك انت ما بدك تدخل علاقة يا برج العقرب وكأنك ماخد استراحة من العلاقات العاطفية مليت خلاص بتحكي لحالك حتى لو اجى شخص جديد فما ما حيزبط طاقة التشاؤم عم بتكون فيها في هاي الفترة فترة شهر تموث لكن في شخص لكن بيميل اكتر للصداقة ممكن تتبلش صداقة بناتكم وتتطور فممكن يكون هذا عبارة عن الصديق لكن تفكيره عم بيكون اكتر بتغير لكن هذا الشخص بيين انه ما كنت تعرفه وراح يكون شخص جديد مية بالمية برضو بيانات الابراج الدرابية والهوائية ممكن نارية والناري بيقلب في هاي الاوراق اذا للعزاب في شخص حيظهر بشهر تموث ان شاء الله لكن ما حتكون اولها حب ولا اللي هي علاقة جدية رح تكون عبارة عن صداقة اول شي تبلش بناتكم اذا على مراحل ما رح يكون يعني فجأة يجي يرتبط فيك او يطلب الارتباط رح يكون صديق هذا الشخص تعرض ابل هيك كمان زيك تماما يعني انتو بتشبهه بعض لدرجة كبيرة تعرض لأكتر من خيانه ومشاكل خلال حياته تجاربه السابقة فهو بشبهك في هذا الموضوع صفاته ممكن يكون كريم كتير هذا الشخص ممكن يغضق عليك فيما بعد هدايا في وفرة مالية عنده او ممكن انت يكون وجهه خير عليك وتكون عندك وفرة مادية من بعد ما تعرفه ممكن يساعدك في امورك هذا الشخص او ممكن يساعدك في البيزنس تبعك لكنه هو في عنده نية انه ينشئ علاقة فحيبلشها عن طريق صداقة هذا كان للعزاب فانت اذا حابب انك تدخل علاقة الفرصة موجودة لكن انا عم بشوفك في بداية الشهر مش حابب ولا تعطي فرصة لحدا لانك مش مصدق رح يكون كل الاشخاص وعم بتفكر فيهم يا برج العقرب عم تتسرع بالحكم على الاشخاص فانا بقولك اعطي فرصة لكل الاشخاص في فرص احيانا احنا ما بنكون عم بنشوفها خلينا نسحب وراء للمتزوجين من برج العقرب عم بيكون في معل جاي بالطريق عن طريق شغلك انت او شغل الشريك في ربح من نوع معين او استثمار عم بتلاقي نتائج حلوة مش اللي هي مبالغ كبيرة كبيرة لكن عم بتكون بشاير خير في هذا المشروع اذا المادة بتغلب على اكتر تفكيركم في شوية مشاكل يمكن متعلقة في اكتر في الاولاد مش متفقين على وجهة نظر معينة وكأنه انتوا مقتلفين دائما او بتجاكروا بعض او مش عارفة في طاقة مش مضبوطة اللي هي كل واحد حاب بياخد اجازة من العلاقة العاطفية تبعتهم للمتزوجين في بعود لكن ما في طلاق بعود ورجع وزعل عادي اللي هو بين المتزوجين ما في شي بيخوف عم بشوفك بتمسك زمام الامور بالنسبة للمادة والشريك عم بترك لك إياها بإرادته عم بيسلمك كل الفلوس اللي معاه أول بأول وهذا أحسن لإلك لأنه انت عندك إدارة كبيرة خاصة الزوجة خاصة النساء عندهم قدرة كبيرة من برج العقرب لأنهم يديروا أمور المنزل خاصة المادية فأكتر ومادة مبينة عندي في طاقة بعد للمتزوجين خلينا نشوف بالنسبة للأشخاص المرتبطين لكن مش متزوجين اللي على حب أو صداقة أو إعجاب شوف شو الورق ممكن يكون بالنسبة للمرتبطين انتو الاثنين عم تستنوا الارتباط وكأنه هو بده ارتباط ولكن الظروفه أو الظروف الحواليه لسه مش جاهز لسه الأمور عم بتكون صعبة عليه وانت نفس الشي يعني انتو الاثنين كتير متفاهمين لكن عم تستنوا بأمور تصير عشان تقدروا ترتبطوا هو ناوي على الارتباط لكن بالفترة الحالية اللي هي تجهيزات اللي هي عم بتأهلوا حالكم لحتى تودوا العلاقة خاصة الشريك حتى يودي العلاقة لا تكون جدية أكتر عم بشوف يعني بيعمل حركات هيك وهيك أحيانا بس انت الأول والأخير عنده ممكن يكون في علاقة ثلاثية أها ورقتين وراء بعض وهي الثالثة في علاقة ثلاثية في الموضوع لكن ببين انو عم بلعب عليهم او انو هيك يعني بيجوا بروحوا في حياته لكن مرجوعوا اليك عم بيشوف فيك صفات ما عم بيشوفها بالطرف الثالث وكأنو ما عم بيعبيلوا عينه فعم بيكون في رجوع اليك طاقة رجوع لبرج العقرب من بعد من بعد هيك كنتو عم تبعدوا تقربوا تبعدوا تقربوا ولكن شايفي في استقرار بالموضوع في العلاقة من بعد العلاقة الثلاثية وكأنك رح تغفر له او عم تعرف عن هاي العلاقات في ناس بيقبلوا بيقبلوا انو يكون في علاقة ثلاثية أهم بشي يكون الشريك معانا في ناس بيفكروا بهاي الطريقة فممكن هذا على البعض بينطبق لكن انا شايفك يعني ماسك المادة والمعنويات ماسكها بايدك فالامور بتهيئ الي ايجابية لبرج العقرب خلينا نشوف للمنفصلين حبايبي اللي عم يستنوا رجوع او اللي ملوا حتى من الانتظار لكن مش لفترات بعيدة الورق بيبين اللي هي الفترات القصيرة من اشهر مثلا تاركيين من اسابيع مش من سنوات الورق ما بيبين الموضوع اذا كان من سنوات طويلة خلينا نشوف اذا للمطلقين وللمنفصلين من برج العقرب اشتركوا في القناة